أحبائي هذه الصلاة ما هيش مثل ما بيقولوها في الإنجليزي ويش لست يعني ليست فيها رغبات أنت بتتعامل مع إله حي بتتعامل مع إله موجود هذا الإله القدوس هو الذي طلب مننا أن نطلبه أولا وأن نعطي احتياجاتنا يعني المسيح لما طلبوا منه التلميذ يتعلموا الصلاة فقال لهم فقولوا أنتم يا أبانا الذي في السموات بتصلي للآب وبتركز على مجد الآب وعلى مجد الله وقداسة الآب وعلى مشيئة الآب لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض ثم أحبائي منتوجه للإحتياجات كل واحد عنده إحتياجات يقول خبزنا كفافنا أعطنا اليوم في عنا إحتياجات لبيوتنا لأولادنا لأشغالنا لأعمالنا لتزديد إحتياجاتنا نصلي من أجل خلاص النفوس نصلي من أجل بركة على العالم نصلي من أجل تغيير في الأمور الروحية أنه الله يغير أمور حتى الناس تتبارك كمان من خلال كنيسة الرب هذه الإحتياجات يعلمها الله لكن برضو بخلينا نركز على محبة الله من كل القلب وعلى طلب ملكوت الله في حياتنا أولا اليوم أنت عم تسمع وعم بتشاهد ويمكن وصل فينا الوضع مثل الشعب القديم بتقول أين هو الله الظاهر أنه الله صامت مش عم بيعمل مش عم بتحرك مش عم بيستجيب الصلاة عاوز أقول لك أنه الله سامع حتى يعرف أيضا فكر قلوبنا قلوبنا